معنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ميشيل أبو نجم أهلا وسهلا بك أستاذ ميشيل معنا في مصار الأخبار يعني استمعنا إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل بعض الوقت وهو قال نحن في حرب صحية برأيك الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي اليوم إلى أي مدى ستريح الفرنسيين بعدما كان هناك نوع من الجدل حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية خاصة مع إجراء الانتخابات البلدية بالأمس وإلغائها الأسبوع المقبل نعم في الواقع الرئيس الفرنسي أعلن أمرين الأمر الأول هو بالطبع تشديد الإجراءات ومنع التنقلات وهذا هو الغرض من ذلك لأن انتقال العدوى وانتقال هذا الفيروس يتم عبر التواصل وبالتالي فإن التقليل قدر الإمكان وهذا غير ممكن يعني الانتهاء تماما من التواصل هو السبيل إلى ذلك وهو ما سمى الرئيس الفرنسي يوم الخميس الماضي أو هذا المساء بأنه الحاجز الذي من شأنه ابطاء انتشار الفيروس لأن فرنسا انتقلت إلى ما يسمى هنا المرحلة الثالثة التي تعني أنه لم يعد بالإمكان احتواء الفيروس وإنما الحد من انتشاره هذه نقطة أولى النقطة الثانية التي أشار إليها الرئيس والتي ذكرتها هي تأجيل هذه الانتخابات الانتخابات البلدية التي يرى الكثيرون اليوم أن إجراءها بالأمس كان بمثابة تدبير غير موفق لأنه في الوقت الذي دعت فيه السلطات إلى التوقف عن التنقل وإغلاق المدارس والجامعات والمقاهي والمطاعم وغير ذلك فإنها في الوقت نفسه دعت إلى هذه الانتخابات الأمر الذي لم يفهم الفرنسيون نعم والنقطة الثالثة التي تتوقف عند الرئيس هي أن الفرنسيين لم يستجيبوا للتوصيات التي دعت إليها الحكومة دعت إلى الالتزام بها الحكومة من هنا فإنه أشار إلى عقوبات يمكن أن تفرد اتداء من الغد ظهرا على من يخالف التوصيات الفرنسية هل هذه ستكفي حقيقة الأمر لا أحد في هذه الساعة لا المجلس العلمي الذي يستشيره الرئيس ماكرون ولا أيجهة أخرى حكومية أو غير حكومية تستطيع في هذه اللحظة بالذات أن تقول ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية والدليل على ذلك ما يحصل في إيطاليا إيطاليا تعيش هذه الحالة من خفض التنقل ومن إجراءات قاسية للغاية وإغلاق الحدود وذلك وما زالت أعداد المصابين ترتفع وأعدادة الوفيات كذلك بحيث أن إيطاليا كما أن فرنسا وكما أن إسبانيا أصبحت مصدرة للفيروس وليست متلقية له في كل حال أعتقد أنه وأنتهي هنا بسرعة أعتقد أن الرئيس الفرنسي يعمل على ثلاث مستويات يعمل هو أولا على المستوى المحلي أكان بالنسبة للفيروس ولكن أيضا بالنسبة لاتبعاته الإنسانية والمالية والاقتصادية وما ذكره اليوم من تخصيص مبلغ 300 مليار يورو لضمان القروض التي ستكون الشركات ملزمة على استيداناتها من البنوك هذا تدبير مهم للغاية هو يعمل أيضا على المستوى الأوروبي وغدا هناك قمة أوروبية لا أعرف ما إذا كانت ستكون مباشرة أو أنها عبر الفيديو وأهم نتيجة عن هذه القمة هي منع التنقل نعم ربما أيضا منع التنقل إلى داخل الاتحاد الأوروبي لمدة 30 يوما بكلام آخر أي دولة أي مواطن لدولة غير أوروبية غير عضو في الاتحاد الأوروبي سيمنع لفترة 30 يوما من الدخول إلى أوروبا إذن هذه الإجراءات على المستوى الأوروبي بالطبع هناك إجراءات اقتصادية ومالية وسيتم التوافق حولها وأخيرا هناك العمل على المستوى العالمي والمؤتمر عبر الفيديو الذي حصل اليوم لرؤساء مجموعة السبع هو أكبر دليل على ذلك وأنتم عرضتم القرارات التي اتخذت ولكن أريد أن أسألك عن هذه القرارات أستاذ ميشيل هناك أود أن أسألك كنت عن هذا الاجتماع برأيك وما تم التوصل إليه عمليا إلى أي مدى فعلا سيكون تطبيقه على الأرض ممكن لمحاولة احتواء أيضا خسائر كورونا الاقتصادية صحيح سؤال بالغ الأهمية بداية هناك ثلاث ملاحظات الملاحظة الأولى هي أن هذه الأمة تأخرت كثيرا يعني يكفي أن نشير إلى الفترة الزمانية التي بدأ فيها انخفاض البورصات العالمية ليس فقط للأوروبية ولمجموعة السبع وإنما كافة البورصات العالمية ما الذي منع وقتها قادة المجموعة السبع وهنا نشير إلى أن رئاسة هذه المجموعة اليوم هي المتحدة الأمريكية أعتقد أن الجواب السريع على ذلك وأن الرئيس الأمريكي بداية لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية ما يحصل في العالم قال إنه غير مهم قال إن هذه أمور لا أساس لها وزير خارجياتي قال إنها تأتي من الصين إذن كان هناك سبب أمريكي الملاحظة الثانية هي أيضا تأخر المجموعة الأوروبية يعني علينا أن نشير إلى أن غالبية دول مجموعة السبع هم أوروبيون فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا يعني أكثر من نصف المجموعة هم من الأوروبيين وهؤلاء أيضا تأخروا الملاحظة الثالثة هي أن هذه القمة أسفرت عن عن ما أسفرت أسفرت عن عنوين هذه العنوين سنقوم بكل ما يمكن القيام به من أجل دعم الاقتصاد سندعم بكل الوسائل المتاحة ماليا واقتصاديا سندعم الشركات وغير ذلك لكن التفاصيل علينا أن ننتظرها من وزراء المالية الذين كلفهم الرؤساء من أجل إيجاد الحلول العملية لذلك يعني ما هي فلسفة مجموعة السبع أسفرت مجموعة السبع هي أنه بدل أن يسعى كل بلد لوحده من أجل مجابة هذه الأزمة التي ليست هي أزمة محلية ولا هي أزمة كلمية وإنما هي أزمة عالمية وبالتالي يتعين أن تكون المواجهة بالضرورة عالمية وإلا فأنها ستطور من سيء إلى أسوأ ولا أحد يعلم إن كانت ستعيدنا إلى أزمة سوب برايم عام 2007 و2008 وأن ستكون أسوأ من هذه الأزمة التي عشرنا إليها شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ميشيل أبنجم شكرا جزيلا لك